حياكم الله يا دكتور موندر الله يبارك فيك ويحفظك أهلا يا أخي قبل أن أستأنف معك الحديث حول البنك الإسلامي للتنمية الذي ذهبت للعمل فيه أود أن أعود بك قليلاً إلى الوراء لأنه في صديق مشترك بيني وبينك لكن أنت عرفته قبلي أنا تعرفته عليه في عام 92 أنت عرفته قبل ذلك بفترة وهو جمال خاشخزي رحمة الله عليه نعم رحمه الله كيف تعرفت على جمال نحن كانت من أعمالنا دائماً في اتحاد الطالب المسلمين وبعده عندما انقلبت إلى أن صارت الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية كان دائماً من أعمالنا نحن الذين متفرغون في المكاتب أن نخرج الجمعة والسبت والأحد لا نبقى في بيوتنا نخرج للدعوة في مراكز الطلبة في المراكز الإسلامية في أماكن اجتماعات المسلمين عندما نلقاهم لنتحدث معهم على الإسلام فكنا نحن مركزنا في إنديانابوليس في ولاية إنديانا هي في وسط أمريكا تماماً وعلى بعد حوالي ستين ميل مننا كانت جامعة في مدينة اسمها تيراهوت أظن اسمها يعني إحدى جامعات إنديانا جامعة حكومية هي يعني في ولاية إنديانا يعني في ولاية إنديانا في داخل ولاية إنديانا وكان أقرب منها أيضاً جامعة أخرى مشهورة اسمها جامعة إنديانا جامعة إنديانا في مدينة بلومينغتون وفي المدينة نفسها فيها أكثر من جامعة أيضاً في إنديانابوليس المهم مما نفعله في يوم الجمعة والسبت والأحد أن نذهب إلى الجامعات وغيرها مراكز وجود المسلمين فذهبت أكثر من مرة مرات عديدة في تلك الفترة يعني وهذه الفترة هي من الـ 76 إلى الـ 81 76-77 في تلك الفترة ذهبت مرات عديدة لمدينة تيراهوت لأعطي فيها محاضرة وألقي خطبة الجمعة بالطلبة وكان من هؤلاء الذين تعرفت عليهم هناك جمال خاشوجي وكان عدد آخر من الطلبة الحقيقة يعني غير قليل سعوديون وغير سعوديين من الخليج ومن غير الخليج هنود وفارستانيون مسلمون فكنا دائماً يعني نجلس معهم نتحدث لهم نساعدهم في أعمالهم ننشطهم إسلامياً ويعني قال بعد ذلك لابني جمال خاشوجي رحمه الله قال إنه تعلم الصلاة مني فكأنه لم يكن يصلي قبل ذلك فدعي إلى محاضرة ودعي إلى صلاة الجمعة فبدأ يصلي معنا هناك أنا ذهبت إلى مدينة تيراهوت لهذه الجامعة مرات عديدة وليس مرة أو اثنين أو ثلاثة فتكونت بيننا صداقة ومعرفة أنا أكبر منه سناً بكل تأكيد يعني هو أصغر بكثير لأنه كان في تلك الفترة هو كان طالب في المستوى الجامعي ما قبل البكالوريوس وأخذ البكالوريوس هو من تلك الجامعة ثم سافر ما أدري يعني أين هو مواليد 58 مواليد 58 إذن يعني بيننا قريب العشرين سنة فبعد ذلك لما ذهبت إلى جدة أعمل في البنك الإسلامي للتنمية التقيت به مرات عديدة في جدة كصحفي وكرجل من رجال جدة المحترمين الطيبين وما عرفت فيه إلا الخير الحية ما وجدت فيه يعني شيئاً غير ذلك رحمة الله عليه كان مأساة الحقيقة أنه قتل رحمة الله علي سأل الله أنه يتقبله في الصالحين طيب نعود إلى بنك الإسلامي للتنمية الحقيقة يعني البنك الإسلامي للتنمية التحاقي به يحتاج إلى مقدمات أيضاً لأنني منذ أو قبيل أن أحصل على شهادة الدكتورة كان قمنا بعدد من المؤتمرات حول الاقتصاد حول الزكاة حول القضايا الإسلامية الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص قضايا بالاقتصاد الإسلامي في أمريكا وكان لي أكثر من بحث في موضوع القضايا الاقتصادية فأنا دعيت لي أكثر من مؤتمر مثلاً كان في مؤتمر في لندن سنة ستة وسبعين على بعض القضايا الاقتصادية بالإنترناشنال الإكيناميك أوردر والاقتصاد شيء من النظام العالمي الجديد كان في ذلك الوقت فدعيت إليه أيضاً ودعيت أولاً إلى المؤتمر الإسلامي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة لم أكن قد أنهيت الدكتورة لما دعيت فطلبت من أستاذي كنت في مرحلة المناقشة يعني بنهاية كتابتي طلبت وقلت لأستاذي أن هذا المؤتمر سيكون في شهر ثلاثة فيعني أرجو أن تعجل لي بالمناقشة حتى أذهب هناك وأنا اسمي دكتور وليس اسمي يعني مرشح للدكتورة فوافق أستاذي كان رجلاً طيباً اسمه جيمز رك فقالي حسناً نفعل ذلك فقدم لي المناقشة وحصلت على شهادة الدكتورة في أوائل شهر ثلاثة ألف وتسعمية وخمسة وسبعين ولكن الذي حصل أنه اغتيل الملك فيصل رحمه الله فبسبب اغتياله المؤتمر أجل وعقد في سنة ستة وسبعين بدلاً من خمسة وسبعين يعني يقدر الله أن تحصل على الدكتورة مبكرة يعني قبل شهرين تقريباً من نوعد الأصول لها ولكن يعني قدر الله وذهبت عندما انعقد ثم ذهبت إلى المؤتمر الاقتصادي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة وكان عقد برئاسة تقريباً والدعي له كان هو جامعة الملك عبد العزيز ورئيس الجامعة في ذلك الوقت هو الدكتور محمد عمر الزبير رحمه الله مات حديثاً من سنوات قليلة رجلاً صالحاً وطيباً من أطيب الناس بعد ذلك هذا المؤتمر الأول إذن عقد سنة 1976 وحضره أحمد محمد علي أيضاً وأحمد محمد علي كان رئيساً للجامعة نفسها قبل محمد عمر الزبير فبعد ذلك عقدت أدة مؤتمرات وعقد المؤتمر الثاني للاقتصاد الإسلامي في مدينة إسلامة بعد برعاية زياء الحق رحمه الله الرئيس زياء الحق أيضاً في ذلك الوقت واستقبلنا زياء الحق في قصره قصر الرئاسة يعني فبسنة 1982 بسنة 76 أو 77 عقد مؤتمر في لندن وساهمت أنا في كل هذه المؤتمرات بأبحاث وأوراق قصرت معروفاً لهذا الوسط فكنت معروفاً في هذا الوسط في وسط من يهتم بالاقتصاد والتمويل الإسلامي فبقيت معروفاً بينهم الحقيقة طيلة هذا الوقت وهذا كان من الأهداف التي وضعناها للأشخاص المتفرغين أن لا يبتعدوا عن اختصاصاتهم أيضاً فلما قدمت للبنك الإسلامي للتنمية والرزير الشحني هو محمد عمر الزبير بكل تأكيد يعني الدكتور أحمد محمد علي يعني أعانه الله يعني في بيتي لأنه متقاعد وهو رجل طيب جدا يعني بكل تأكيد سيقبلني لأنني من خير من يقبله في هذا وقبلني في قسم البحوث قسم البحوث كان تابعاً لقسم في البنك الإسلامي اسمه في ذلك الوقت المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب Islamic Research and Training Institute I-R-T يعني كان I-R-T-I كان اسمه I-R-T-I Islamic Research and Training Institute I-R-T-I فكنت باحثاً فيه ثم صرفت رئيساً لقسم البحوث في ذلك المعهد المعهد الآن تغير اسمه إلى أن صار المعهد البنك الإسلامي للتنمية بدلاً من أن يكون معهد البحوث الحقيقة تغيرت نظريته أيضاً وليس اسمه فقط يعني ما يسمونه الرؤية والمهمة vision and mission للمعهد تغير تغيراً كاملاً من حوالي سنة تغيرت من ماذا إلى ماذا؟ سأقول ذلك تأسيسه كان بناءً على اقتراح من شخص كان وزيراً يوم اقترحه في أوائل الثمانينات المعهد أم البنك؟ المعهد 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 اسم هذا الشخص هو كوركوت أزال أخو رئيس الجمهورية الذي كان توركوت أزال في تركيا شقيقه كوركوت أزال شقيقه كوركوت أزال كان وزيراً في الوزارة التي رأسها أربكان نجم الدين أربكان في الثمانينات أوائل الثمانينات أو قبل ذلك وحصل عليهم انقلاب وأعادوا العلمانية فبهذه الفترة القليلة كان وزيراً واقترح على البنك الإسلامي أن يؤسس معهداً ليقيم بحوثاً تتعلق بتنمية الدول الإسلامية أظن أربكان كان رئيساً للوزراء نائب رئيس وزراء كان نائباً رئيس وزراء في السبعينيات هي هادب السبعينيات كان نائباً رئيس وزراء مع أجوين لما دخلت تركيا قبرص قبرص تماماً في ذلك الوقت اقترح ذلك ثم سجن كوركوت أزال فالبنك الإسلامي للتنمية ورئيسه أحمد محمد علي تلقوا الفكرة بقبول كبير ومجلس البنك مجلس إدارة البنك قرر إنشاء ذلك المعهد وترك أحمد محمد علي رئيس البنك منصب رئيس المعهد لكوركوت أزال إلى أن يخرج من السجن وعين وفاءاً له وفاءاً له لأنه صاحب الفكرة وعين بدلاً يعني مديراً موقتاً قائماً بأعمال الأعمال عين مديراً قائماً بالأعمال وأيضاً شخص تركي طيب رحمة الله عليه مات اسمه نفزة يلشنطاش إذا عرفته وكان صار نائباً بفترة وكان مديراً لأحد التلفزيونات هنا أيضاً في تركيا وكان أستاذاً في جامعة اسطنبول للاقتصاد فعين قائماً بالأعمال للإدارة ثم أخرج كوركوت أزال من السجن وجاء إلى جدة واستلم منصب إدارة البنك وأذكر من كلامه مرة في اجتماعنا كنت رئيساً لقسم البحوث في ذلك المعهد وهو رئيس المعهد جمعنا عنده ومرة جمعنا في يوم عطلة أظن يوم خميس أو جمعة كانت العطلة في ذلك الوقت الخميس والجمعة أظن يوم خميس جمعاً قال يعني أنا آسف أني جمعتكم في يوم عطلة بس هناك أمر ضروري ينبغي أن ننجزه ومماذا قاله عارضاً في ذلك الوقت يعني كتب شيء ملاحظة على ورقة صغيرة فسألته أنا لماذا هذه الورقة الصغيرة نستعمل الورقة كبيرة قال لا أمي علمتنا أنه لا يجوز أن نطلف أي ورقة تصلح للاستعمال ولو كانت صغيرة كان كاتب عليها نوت صغيرة يعني ما يكفيه للكتابة فقط ما يكفيه لكتابة ما يحتاجه من كتابة أمه وكانت أمه مديرة مدرسة وهو من عائلة فقيرة هذا مبدأ أساسي في ترشيد الإنفاق نعم فرحمه الله وكان رجلاً صالحاً وكان أيضاً يعني مديراً جيداً ثم أصبح هنا نائب وعمل في السياسة يعني كان لهم أنشطا ماذا كانت الرؤية؟ رؤية البنك هي خدمة الأمة الإسلامية لا خدمة البنك كان يوجد قسم آخر اسمه قسم الدراسات والسياسات هذا القسم داخل البنك يقوم بدراسات وباقتراح سياسات للبنك أما نحن فكان عملنا لخارج البنك إيش عمل المعهد كان؟ أنا أقول لك من الأشياء التي عملناها كثيراً مثلاً نمينا فهم الزكاة وكيفية تطبيق الزكاة وعملنا يمكن عشرين مؤتمر على الزكاة بالتعاون مع مؤسسات الزكاة في البلدان الإسلامية المتعددة في بنجلاديش في الباكستان في تركيا مش تركيا عفواً في الكويت في السينيغال في ساحل العاج في بلدان كثيرة عملنا مؤتمرات على الزكاة عملنا مؤتمرات على فهم التحريم الربا ولماذا حرم الربا كنا نقوم بأبحاث عندنا قسم بحوث وقسم للتدريب يقوم بإقامة مؤتمرات كثيرة للتوعية في قضايا الاقتصاد الإسلامي ثم تأسس قسم للوقف لتنمية الوقف وفهم الوقف وتطبيق الوقف في البلدان الإسلامية فكل هذه الأعمال كانت توجهنا لخارج البنك وليس لداخل البنك من سنتين تقريباً الإدارة الجديدة في البنك بالتأكيد يعني بقرار من مجلس الإدارة وغير ذلك غيروا توجه هذا المعهد ليكون معهداً خاصاً بالبنك له بعض الدراسات الأخرى ويعني قليلة يعني هذا نوع من الاختزال اختزل المعهد ليكون خاصاً بالبنك هذا يعني تحجيم له الحقيقة يعني ما كان ينبغي أحمد محمد علي قبارك الله فيه ومد في عمره كان عنده رؤية للأمة وكان يعني أشهد به ما كان إلا مخلصاً للأمة يعني أنا ما رأيت منه هناك بعض الحوادث الخاصة لا أريد أن أذكرها خاصة بيني وبينه وحصول فكان يقول لي يعني منذر احرص على هذا الجانب خدمة الأمة كان حريصاً دائماً على خدمة الأمة حيث ما وجده الآن هذا البنك لا ليس كالبنوك العادية لا يذهب المواطنون إليه لا هذا البنك أسس أيضاً يعني بتأسيسه هناك طرفة جميلة وذات مغزى كبير المؤتمر الإسلامي الذي بدأ من أيام الملك فيصل وكان مركزه جدة دول الإسلامية وزراء الخارجية وأحياناً منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي اللي أصبحت الآن منظمة التعاون الإسلامي كان اسمها في ذلك الوقت منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه المنظمة أرادوا أن يقيموا بنكاً لمساعدة البلدان الحكومات الإسلامية في التنمية وكان لكل دولة فيها هدف مثلاً هدف الدولة السعودية أن تقول للدول الفقيرة بأفريقيا وآسيا من الدول الإسلامية بدلاً من أن يأتوا إليها اذهبوا إلى البنك بدلاً من أن تأتوا إليه هذه الدول البترول الغنية كثيراً أن تبعد هؤلاء الفكرة جاءت فكرة تأسيس بنكاً للبلدان الإسلامية من ثلاثة أشخاص هم البادئ كان آدم محمد عثمان أو شيء من ذلك رئيس جمهورية الصومال المنتخب هو الرئيس المنتخب الوحيد الذي في ذلك الوقت كان منتخباً هذا في أوائل السبعينات أظن اسمه محمد آدم عثمان هذا قبل برّي قبل برّي قبل برّي برّي عمل الإنقلاب عليك أيها أظن اسمه آدم محمد عثمان أو هكذا الثاني أيضاً بوميديان جزائر هواري بوميديان في الجزائر والثالث هو الملك فيصل فهؤلاء الفكرة جاءت من الأول من آدم عبدالله عثمان آدم عبدالله عثمان اسمه رئيس جمهورية الصومال أول رئيس منتخب لجمهورية الصومال قبل زياد برّي والاثنين الآخرين قبلوها وكأنهم اجتمعوا مع بعض وقرروا إنشاء هذا فالدولة التي تحتاج إلى تمويل مشروع تأتي إلى البانك وردت تمويله أي فطلبوا يكونوا قرضاً ولا تبروا عنه سنأتي إلى ذلك ثم دعوا بلدان أخرى لاجتماع تأسيسي فاجتمعت 25 دولة منها تركيا وأسسوا منظمة المؤتمر الإسلام هذه المنظمة كان يقصد من مقاصدها أن تعارض المنظمة التي أقامها جمال عبدالناصر وأنور السادات كان رئيسها إذا تذكر في ذلك الوقت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات جمال عبدالناصر دعا دول إسلامية وعمل شيء منظمة وضع رئيس أنور السادات رئيسها لهذه المنظمة ولم تستمر الملك فيصل كان من أهدافه أنه يعني يعارض ذلك فأقام منظمة المؤتمر الإسلامي وداخل منظمة المؤتمر الإسلامي جاء اقتراح بتأسيس البنك من هؤلاء الثلاثة فوافقت عليه عدد من الدول بسنة 1973 في شهر أغسطس نشر منشور من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي يدعو إلى تأسيس بنك إسلامي للتنمية على غرار البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية والإنترناشنال كمان البنك الدولي أيضا الولد بانك الولد بانك كلهم يعني هذه كانت الفكرة للدول الإسلامية لما شكلوا لجنة لوضع مسودة اتفاقية هذا البنك في اللجنة كان هناك محمد الفيصل رحمه الله ابن الملك فيصل وكان رجل أيضا يعني أنا التقيت به أكثر من مرة وما عرفت عنه إلا الطيبة هذا اللي أسس بنك فيصل الإسلامي هذا اللي أسس بنك فيصل الإسلامي وكان له صديق هو أحمد عبد العزيز النجار الدكتور أحمد عبد العزيز النجار رحمه الله مصري وفي ذلك الوقت كان يدرس في جامعة الملك عبد العزيز بجدة يدرس اقتصاد قبلها درس في الخرطوم أيضا بجامعة أم درمان عند تأسيسها في مرحلة تأسيسها وأحمد عبد العزيز النجار هو ابن أخت محمد عبد الله العربي ومحمد عبد الله العربي أستاذ بجامعة القاهرة أستاذ اقتصاد وهو أول عربي معاصر كتب عن الاقتصاد الإسلامي فأحمد عبد العزيز النجار كان متأثرا كثيرا بخاله وأيضا كان بدأ تجربة البنوك الإسلامية في مصر في قرية ثم صارت مدينة صغيرة ميت غمر في الشمال المصري في الدلتة المصرية وأيضا انتشرت هذه التجربة إلى عدد من المدن الصغيرة الأخرى ثم أوقفت بسنة السبعة وستين بذلك الوقت أحمد عبد العزيز النجار سنة الثلاثة وسبعين كان في جدة وكانت له علاقة صداقة مع محمد الفيصل فمحمد الفيصل اقترحه أن يكون عضوا في هذه اللجنة وبعضوته في هذه اللجنة اللجنة مؤلفة من دول فهو كان مع الوفد السعودي في هذا فاقترح مادة في نظام البنك في اتفاقية تأسيس البنك هي المادة الثانية أن تكون أعمال هذا البنك حسب الشريعة الإسلامية هذه مادة عامة وأن لا يتعامل بالربا لم يذكر الربا أن تكون معاملات هذا البنك حسب أحكام الشريعة الإسلامية وبكل تأكيد هناك نظرية في السياسة يقولها أولا واحد باكستاني كان معنا في أمريكا ما نسيته يسمهه أيضا ثم كان يدرس في جامعة في إسلام آباد في جامعة مؤسس باكستان إيش اسمه؟ إقبال لا محمد إقبال لا جناح جناح في جامعة محمد علي جناح في إسلام آباد يدرسه أستاذ علوم سياسية له نظرية طريفة يقول الدول الإسلامية في خارج بلدانها إسلامية في داخل بلدانها لا تريدوا الإسلام الحكومات الإسلامية فكان لا يمكن لأي وفد من وفود البلدان الإسلامية التي كانت في هذه اللجنة وهم ثمانية أن يرفض مادة أن تكون معاملات هذا البنك حسب أحكام الشريعة فمشت المادة وقبلت من الجميع ثم صدرت الاتفاقية وقعت عليها خمسة وعشرين دولة من دول المؤتمر الإسلامي ومنها تركيا أيضا ومنها أظن كل الدول العربية في ذلك الوقت واشترط في عضوية البنك أن تكون الدولة هو بنك للدول وليس الأفراد للمساعدة على تنمية الدول الاقتصادات في الدول الإسلامية واشترط فيها أيضا أن لا تكون دولة عضوا في البنك إلا أن تكون قبل ذلك عضوا في المؤتمر الإسلامي الذي تغير اسمه إلى التعاون الإسلامي فهي منظمة التعاون الإسلامي الارتباط الوحيد بين المنظمتين الآن البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي أنه لا يجوز أن تكون دولة عضوا في البنك الإسلامي وإذا صارت عضوين بغي أن تشتري أسهم أيضا تساهم إلا أن تكون عضوا في منظمة التعاون الإسلامي لذلك مثلا تأخرت عضوية نيجيريا إلى ذلك إلى أن أصبحت عضوا في مؤتمر التعاون الإسلامي وصارت عضوا في البنك أيضا والآن أظن موزنبيك أصبحت عضو وسورينام أصبحت عضو الآن في 56 دولة أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية مهمته إذن أن يقدم مساعدات للتنمية تنموية في البلدان الإسلامية المتعددة عند أول إنشاء البنك أين ساهمت الدول ووضعت الدول مشاركاتها لأنها اشترت أسهمها ينبغي لكل دولة أن تشتري أظن على الأقل ساهم أو ساهمين كان رأس مالي البنك 2 بليون دولار لما أسس الآن أصبح 60 بليون دولار يعني 60 مليار دولار 60 مليار دولار رأس مالي البنك الآن وبالتأكيد عنده كمان ربح مجمع لأنه لا يوزع أرباح على دولار أنت ما زالت لك علاقة به؟ أنا متقاعد منه فيرسل لي تقاعد كل شهر من أي سنة إلى أي سنة خدمت فيه؟ خدمت فيه من 85 إلى 99 بالتعبير الهجري 15 سنة ونصف بالتعبير السنة القمرية 15 سنة فهذا البنك إذن يتعامل حسب الشريعة الإسلامية فلا بدأ تعامل البنك بدأه عند بدئه لم يوجد أي بنك إسلامي آخر لأن أول بنك يتعامل به الناس كان بنك دبي الإسلامي أسس سنة الخمسة وسبعين فالبنك الإسلامي من التنمية بدأ تأسيسه الفعلي المشروع بدأ سنة ثلاثة وسبعين ومكاتبه وبدأ عمله وتلقى أمواله سنة الأربعة وسبعين أين يضع أمواله؟ لا يوجد إلا البنوك الربوية فبضعها بالبنوك الربوية وكان يتلقى عليها الربع الفائدة لأنه حتى يبدأ أعماله يحتاج إلى موظفين إلى أعمال إلى دراسات كثيرة فبدأ نشاطه التنموي بسنة الخمسة وسبعين بعد سنة خلال هذه السنوات والسنوات الأولى عديدة كانت كل هذه الأموال في البنوك الربوية وترتب له فوائد كثيرة عليها ماذا يفعل بهذه الفوائد؟ فوائد وهي محرمة سألوا عدد من العلماء وهناك فتوى للشيخ الله يرحمه مصطفى الزرقة فتوى مكتوبة أنا كان عندي نسخة منها حصلت على نسخة منها وأنا في البنك تقول إن هذه الأعمال هذه المبالغ التي ترتبت لكم وقاربت المليار دولار هذه المبالغ التي ترتبت لكم وهي كلها فوائد يمغي أن تستعمل فقط لمنافع الأمة العامة ولا يصح أن توزع على أصحاب البنك وهي الدول الإسلامية فوضع لها حساب خاص هو حساب المساعدات العامة للأمة الإسلامية فمثلا منها مساعدات الطلبة الذين يدرسون دراسات تنموية في المجتمعات الإسلامية غير الأعضاء يعني صار يعطي منح دراسية منح دراسية لمسلمين في الهند ولكن لا ليدرسوا الشريعة مثلا بس ليدرسوا أمورا تتعلق بالتنمية الطب والهندسة والعمارة وبناء الطرق وأشياء مثل ذلك لا يدرسون الشريعة مثلا والآداب لا يعطى منح للشريعة والآداب يعني في مجال تخصص البنك في مجال تخصص البنك وحتى في أمريكا أعطوا بعض المنح وبخاصة للسود ولغيرهم من الفقراء وفي كندا وفي نيجيريا وفي إثيوبيا وفي بلدان عديدة الآن كثير من البلدان أصبحت أعضاء مثل مثلا يوغندا وكينيا وموزنبيك هذه كلها فيها أقليات إسلامية ومع ذلك هي أعضاء وسرينا فهو البنك إذن يمول على الطريقة الإسلامية مشروعات تنموية في أيضا أمر طريف ومهم وبتحكي لي عنه بعد الفاصل بفاصل طيب نعود إلى البنك الإسلامي للتنمية يعني من الأبور الطريفة النص يقول نص المادة الثانية من انتفاقية تأسيس البنك وهو نص أساسي بكل تأكيد يقول إن معاملات البنك وتمويلاته ينبغي أن تكون حسب أحكام الشريعة الإسلامية ما هي أحكام الشريعة الإسلامية في التمويل؟ لم يكن أحد يعرف كنا نظن كلنا في ذلك الوقت بما فيهم أنا وكتبت عن ذلك أنه ينبغي أن تقدم الأموال فقط عن طريق المضاربة والمضاربة معناه أن تعطي المال بثقة وبيعني درجة عالية من الثقة لأنه ليس لك الحق أن تتدخل في الإدارة وأن ذلك الطرف الآخر ويسمى مضاربا الطرف الآخر هو يدير الأعمال ويبلغك في نهاية الفترة إما نهاية المدة المتفق عليها نهاية كل ثلاثة شهور أو سنة يبلغك ما هي النتائج هذا العمل فإن كان ربحا يوزع حصما التوفق عليه وإن لا خسارة يعني يخسر رب المال يخسر المال وفي الواقع لم يستطع البنك وبشكل أخص أحمد محمد علي الذي يحرص على أموال الأمة لم يستطع أن يقدم تمويلا لأي بلد إسلامي لأنه لا توجد حكومة إسلامية يوثق بها هذه الثقة ولا توجد حكومة إسلامية عندها دراسة جيدة كلنا حكومات متخلفة ودول متخلفة عندها دراسة جيدة دراسة جدوى شيدة يعتمد عليها فإذن كان البنك بكل معنى الكلمة تقريبا مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يقدم تمويلا ضخي سنتين هكذا يجمع رأس المال ويكوم الفوائد من البنوك الربوية على هذا رأس المال ولكنه لا يستطيع أن يقدم تمويلا لأنه الطريقة الوحيدة التي ظنناها أو ظنها الناس أنا لم أكن في البنك وأنا لم أكن حتى لما كنت في البنك لم أكن في الأقسام العملية التي تقدم التمويلات كنت في قسم البحوث وكانوا يسألوننا يعني أصدقاؤنا وإخواننا زملاءنا دائما بس لم يكن هناك طريقة معروفة ليقدم التمويل بغير طريقة المضاربة والمضاربة لا تصلح لا يمكن استعمالها فبقي البنك مكتوفا إلى أن جاء المرحوم سامي حمود سامي حمود فلسطيني من قرية شمال غزة بقليل لما زرت غزة ذهبت إلى تلك المنطقة شمال غزة داخل قطاع غزة وأروني هذه الأضواء هي أضواء تلك القرية أشدود اسمها اسمها والإسرائيليين أشدود عسقلان عسقلان هي عندي ملاصقة لقطاع غزة شماله رأيت أضواءها من مسافة هذه هو من هناك ولكنه من هجرة الثمانية وأربعين أهله وأبوه هاجر إلى الأردن وعاش أولا في مادة بعضا ثم في عمان صار شابا وعمل في البنك الأهلي الأردني ثم ذهب ليدرس الدكتوراه في جامعة القاهرة كلية العلوم ولا إيش اسمها كان اللي كانت كلية شرعية بجامعة القاهرة دار العلوم دار العلوم دار العلوم وكان أستاذه في ذلك أو أستاذه في ذلك أبو الفرج السنهوري وحدثني سامي حمود يعني بقي يناقشه عديدا في موضوع مسألة وجدها في كتاب الأم تقول أنه لو قلت لشخص اشتري هذا الشيء لي وأنا أشتريه منك لما جاز ذلك لأنه إذا اشتراه لي فهي وكالة إذن اصبحوا أنا المالك أما لو اشتراه لنفسه ثم اشتريته منه يجوز فأنا آمره أن يشتري الشيء وأقول له اشتريه لنفسك وأنا أشتريه منك أعده قبل أن يشتريه لجاز ذلك وليس المحصلة واحدة المحصلة ليست واحدة لأنها في الأولى كانت وكالة اشتري هذا لي اشتري هذا الكأس لي معناها أنا إذا اشتريته وصرت أنا المالك لأنك وكيل عني لأني وكلتك أن تشتريه لي أما إذا قلت له اشتريه وأنا أعدك أن أشتريه منك بعد أن تشتريه هذا الوعد جائز ولا غبار عليه أخذ هذه الكلمة وباعتباره كان يعمل في البنك الأهلي وهو عمل مرابي فقال لو فصلنا في الزمن بين هذا الأمر والشراء وبين تنفيذ ذلك الوعد أن يكون الوعد بعد أربعة أشهر مثلا فيجوز واتفق مع الشيخ أبو الفرج السنهوري وكتب ذلك في لسالته تطوير الأعمال المصرفية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية وأصبح ما يعرف اليوم باسم المرابحة الاسم الكامل لها المرابحة مع الآمري بالشراء أما معروفة لدى الناس مرابحة حتى باللغة الإنجليزية نقول مرابحة وأيضا في مصطلحات البنك الدولي ومصطلحات صندوق النقد الدولي تجد مكتوبة مرابحة ولها شرح كيف تكون فجاء سامي حمود وقال اجتمع مع رئيس البنك وقال له لماذا تقدم التمويل على طريقة المرابحة ففهمها وفهمها لبعض الموظفين وبدأت أول عملية للتمويل يقام بها البنك الإسلامي للتنمية على أساس المرابحة أن اشترى بترول خام من شركة سوناتراك الجزائرية بناء على طلب من شركة بترولية تابعة للحكومة كلاهما حكوميتان في بنجلاديش طلبت بترول من سوناتراك فاشتراه نقدا وباعه بالتقصيد الدفع بالأجل مقابل ربح مقابل ربح وكان هذا أول ربح للبنك الإسلامي أول عملية أول عملية هذه تمويل حقيقي للبنك الإسلامي للتنمية إذن معظم أعمال البنك الإسلامي للتنمية هي مرابحات ويمول تجارة خارجية للدول الإسلامية بشرط أن يكون معظم المنتج من منتجات محلية لا تكون يعني وضعوا نسبة أن لا تكون أكثر من نسبة معينة من المدخلات يعني فيه ضوابط فيما معنا الضوابط فيمول للمساعدة على التنمية في البلدان الإسلامية ولكنه يمول على الطريقة الإسلامية هذه واحدة المرابحة أيضا يمول على طريقة الإجارة بأنه يشتري مثلا آلات وهذا مثلا يعني من الأمثلة أنه مول شراء قاطرات للمغرب لمؤسسة السكاك الحديد السكاك الحديد في المغرب اشترى لها قاطرات حديثة يعني عدد كبير منها وأن تكون باعها لها إجارة منتهية بالتمليك يعني عندما تدفع كل قصد القصد يتألف من قسمين قسم أجرى وقسم شراء لثمن لجزء من القاطرات حتى يكتمل شراء كل القاطرات فتنتهي الأجرى بالتأكيد لأنه تصبح مؤسسة السكاك الحديدية المغربية هي المالكة ومثل ذلك يعني يمول إذن بالمرابحة يمول بالإيجارة المنتهية بالتمليك يمول أيضا بالمشاركة ببعض المؤسسات يدخل شريكا فيها شريكا يعني مثلا عدد من البنوك الإسلامية البنك الإسلامي للتنمية هو شريكا فيها يعني البنك الإسلامي في بنغلاديش مثلا البنك الإسلامي للتنمية شريكا فيها أحد البنوك أظن بنك البركة أو آخر في سوريا هو شريكا فيها أيضا في بلدان عديدة البنك الإسلامي في البحرين البنك البحرين الإسلامي هو أول بنك إسلامي في البحرين أيضا البنك الإسلامي شريكا في تأسيسه البنك الإسلامي الأول في ماليزيا البنك الإسلامي أيضا شريك في تأسيسه نيجيريا وغيرها من الدول فهو شريك عادة لا يشترك بنسبة كبيرة يعني نسبة تراوح من 5 إلى 15% وليس أكثر ولكنه شريك يعني يساعد في هذا يعني كأننا نعتبره يعني ما هي الكلمة العربية للغاد فاضر عراب كأنه عراب أيضا يعني بس بالمعنى الحسن بالمعنى الحسن وليس بالمعنى السيء هو كأنه راعي يعني راعي راعي للبنوك الإسلامية في العالم بعض الناس يظنون فيه أنه مثل بنك مركزي للبنوك الإسلامية لا يستطيع أن يكون ذلك لأن البنوك في مواطنها في بلدانيا تخضع لسلطة البنك المركزي في بلدها لا يمكن أن تخضع لسلطة خارجية الآن أنت طوال الوقت الذي قضيته في البنك الإسلامي للتنمية كنت في المعهد كنت في المعهد في قسم البحوث كنت فترة رئيسا للقسم وبمعظم الفترات كنت باحثا ثم صرت باسم باحث أول يعني في البنك المعهد الإسلامي واستمر هذا الوضع إلى أن تقاعدت منه إلى أن تقاعدت منه في 19.8.1999 فتركت البنك الإسلامي للتنمية وفي أثناء هذه الفترة يعني بكل تأكيد ساهمت بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات في قضايا التمويل الإسلامي قضايا التنمية في الإسلام قضايا الزكاة قضايا الأوقات وساهمت أيضا بأبحاث في كثير من هذه القضايا وكتبت يعني كتابات عديدة نعم أنا رأيت ما شاء الله السي في يعني عدد كبير من الكتابات فكتبته في نهاية مرحلة كوني طالب وأيضا لما كنت مديرا للإدارة المالية في الاتحاد الإسلامي أنا كنت مديرا للإدارة المالية في الاتحاد الإسلامي من 75 إلى 81 فهذه الفترة متفرغا كان جزء منه أنني بأول هذه الفترة لأنني بدأته كنت طالبا ثم أتممته في ذلك الوقت أتممته أظن في ال76 ونشر للمرة الأولى بال76 وترجمته أيضا للغة العربية ونشره رحمه الله عبد الحليم محمد أحمد الذي كان صاحب دار القلم المصرية صدر بأي عنوان الكتاب؟ عنوان الاقتصاد الإسلامي دراسة تحليلية لاقتصاد يتبنى النظام الإسلامي دراسة نظرية تصورية الحقيقة هي بكاملها لأنه لا يوجد اقتصاد يتبنى النظام الإسلامي الاقتصادي كاملا في أي بلد الآن فدراسة نظرية لإقتصاد افترض أنه يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي وهو الكتاب بالإنجليزية وبالعربية لقى قبول جيد لأنه كان من نوع جديد يعني لم يكن ما كتب قبل ذلك ويعني أريد أن نأتي إلى نقطة هنا مهمة ما كتب قبل ذلك كان كتب من قبل متخصصين بالشريعة أو بالدراسات الإسلامية يعني الشيخ محمد المبارك أبو زوجتي مثلا رحمه الله كتب كتابا وكان يريد أن يسميه الاقتصاد الإسلامي هو كتب مجموعة كتب خمسة كتب في النظام الإسلامي عنوانها وكان يرغب أن تكون كمنهاج للجامعات للنظام الاقتصادي النظام الاجتماعي النظام السياسي النظام الأخلاقي يعني هكذا نسيت كل العنوين فكان يريد أن يسميها النظام الاقتصادي الإسلامي أرسل لي المسودة يأخذ رأيي بها باعتباري كنت طالبا للدكتوراه في الاقتصاد فقلت له يعني ما تكتبه جيدا أرجوك لا تسميه الاقتصاد الإسلامي ولا النظام الاقتصادي سميه مبادئ في الاقتصاد الإسلامي فقبل نصيحتي رحمه الله وسماه مبادئ في الاقتصاد الإسلامي أنا أزعم أنه كتابي كان أول كتاب يقول لنتصور أن الاقتصاد الإسلامي نفد فكيف يعمل هذا النظام وحاولت أن أكون فيه يعني كنت طالبا حديثا ومتشبعا بالرياضيات فأن أكون قليلا يعني أذكري فيه شيئا من الرياضيات أيضا وقد فعلت فذلك الكتاب من مدة قليلة يعني يمكن من بضعة أشهر في عندنا أخ زميل كان رحمة الله عليه وكان رجلا صالحا وطيبا تركي هو الدكتور عارف أرسوي يعني كان له شهر أيضا وكان يعني ساعد الأيمن لنجم الدين أربكان لما كان رئيسا أو قبل ذلك في وزارته الأولى نائبا لأجويد لرئيس الوزراء يعني كان كأنه صاحب المنهج الاقتصادي لأربكان عارف أرسوي كان معنا وكان رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي هنا في جامعة سباح الدين زعيم توفي يعني قبيل أحداث الكوفيد 19 هذه رحمة الله عليه بعد هذا من وقت قريب يعني بضعة أشهر إمام المسجد عندنا مسجد الجامعة داخل الجامعة راني نسخة قال لي أليس هذا كتابك باللغة الإنجليزية قال لي أنه زوجة عارف أرسوي لما صفت كتبه وجدت هذا الكتاب بين كتبه وأهدته لإمام المسجد لأنها قالت له يعني هذا قد تهتم أنت بمثل هذا الكتاب هي ما عندها فكان بحوزته الكتاب فكان بحوزته الكتاب وقالت له أن صديقا أتى له به من أمريكا بقبل الثمانينات بأواخر السبعينات فذلك الكتاب نشره اتحاد طالب المسلمين الحقيقة يعني نشرته مجلة إسلامي كورايزن وبالعربية نشره أحمد عبد الحليم محمد أحمد عبد الحليم أحمد محمد أحمد هو مؤلف كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة تعرف الكتاب كتاب جيد وممتاز يعني كان من ستة أجزاء هذا الكتاب وهو مؤلف وهو نفسه والكتاب ليس فيه ولا كلمة من صنع عبد الحليم محمد أحمد الكتاب كله مجموعة أحاديث وآيات فقط دون تعليق حتى دون تعليق يعني هو كتب العناوين بس صنفها بعناوين الشهادة مؤلف أبو شقة هو عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة آه هو عبد الحليم أبو شقة هو نفسه فهو نشر لي كان زارنا في أمريكا وحثني على ترجمته فترجمته وأخذه ونشره هو أول يعني ما نشر هناك فبعد ذلك نشر طبعة ثانية ما أذكر أي والكتاب ترجم الحقيقة ترجم للتركية من ذلك الوقت ترجم للإندونيسية مرة كنت في إندونيسيا فقدم لي أحد الناس الزملاء اللي تعرفت عليهم هنا نسخة منه باللغة الإندونيسية البحاسة دون إذن ولكنه نشر على كل حال يعني بحمد الله والتقيت مرة في مؤتمر عقد في مدينة إربد مؤتمر على الاقتصاد الإسلامي وكان فيه رجل يدرس من جملة ما يدرسه شيء عن الاقتصاد بالعالم العربي والأفكار السائدة ومنه شيء عن الاقتصاد الإسلامي فأهداني أيضا كتاب باللغة الكورية من كوريا الجنوبية في هذا الكتاب فصلان أخذهما من كتابي وأيضا فيه فصلان أخذهما من كتاب النظام الاقتصادي لأبو الأعلى المودود رحمه الله وأهداني تلك النسخة وفيه أيضا فصلان أو ثلاثة آخرين من كتابته هو يعني فيها تعليقات وغير ذلك ولكنه ترجمة ترجمة حرفية كما قال لي فصلين من كتابي وأيضا من كتاب المودود فالكتاب لا قبول لأنه كان من نمط جديد أنا أقول هذا النمط الجديد اقترحه علي رحمه الله محمد نجاة الله صديق زارنا في سلط ليكسيت كان يأتي بزيارة لأمريكا بدعوة من اتحاد طلب المسلمين نحن في الاتحاد كنا حريصين على التواصل مع علماء المشرق لأننا شعرنا أن مشكلة من كان قبلنا مثل هذا الاتحاد الفدرالي الإسلامي أنهم انقطعوا عن المشرق فانقطعوا عن مصادرهم فلذلك وجدت عندهم بعض الفتن والمبتدعات فنحن حرصنا على أن نكون دائما مرتبطين مع المشرق فكنا ندعو دائما علماء المشرق يعني الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله مرات عديدة دعوناه في أمريكا وكان هو الإمام الذي صلى على ابني الذي مات بالحريق كان عمره ست سنوات وهو الذي صلى عليه وكانت عندنا في ذلك الوقت أيضا وكانت في بيتنا الذي احترق بس خرجنا أنا وزوجتي في الحريق توفي لك ولد؟ توفي لي ولد سبحان الله بأصغر أولادي كان في ذلك الوقت الاثنان الآخران كانا في المدرسة وهو الوحيد الذي كان في البيت زوجتي تأثرت بالحريق يعني احترقت يداها والحاجة سينب الغزالي كنا أخذناها معنا كانت نائمة عندنا في البيت وكانوا في ضيافتكم في ضيافتنا الحاجة سينب الغزالي وكان أيضا ابن خالي وزوجته وابنته له ابن صغير كان عمرها التسع أشهر فأنا وابن خالي والحاجة سينب ذهبنا إلى مكتب الاتحاد في الصباح والحريق حصل حوالي الساعة 12 أو 12 إلا 13 دقيقة أو شيء وجاء الإطفاء بسرعة الحقيقة ولكن ما أدى؟ أدى في سولت؟ قلنا في إنديانابوليس في إنديانابوليس في شقة مستأجرة كانت يسمونها تاون هاوس يعني طريقة البيت المؤلف من شقتين وكل بيت من طابقين فقط وخلفه حديقة صغيرة جدا يعني لا تتجاوز أربع أمتار بأربع أمتار تقريبا يعني شقتين متلاسقتين وبهذه الشقة حصل الحريق وكانت نتيجة التحقيقات وغير ذلك أن السبب كان شورت جاءت يعني لسعة كهربائية قوية فكان هناك وصلة في الحمام الذي هو تحت الدرج نصف حمام هذا يعني ليس حماما كاملا ما كان فيه مكان لأن يتغسل الإنسان بس مغسله ومرحاض فهذا النصف الحمام حصل فيه يعني بوصلة كهربائية فيه حصلت هذه الشورت يعني لسعة كهربائية قوية أشعلت فيه النار فكانت زوجتي وكانت زوجة ابن خالي أيضا وكلاهما يعني الحمد لله نجايا من هذا ولكن ابنتها وابني علي قافي الحريق لا لا كلاهما كلاهما البنت لم تمت ولكنها تعافت والحمد لله يعني تأثرت بالدخان ولم يكن تأثرا كبيرا ابني تأثرا بالدخان فقط اختنق فمات دماغه أي مات دماغه ولم يحترق يعني كان اختبأ هو تهدد والدخان يقتل في هذه الحالات وكان الشيخ القرضاوي بالصدفة موجود في أمريكا وكان الشيخ القرضاوي موجود هناك وكانت زينب الغزالي وكان عدد كبير من الضيوف جاءونا كنا قادمين من مؤتمر كبير كان لاتحاد الطالبة المسلمين بواحد جون 1976 المؤتمر انتهى في اليوم السابق قدمنا منه وتوزعنا الضيوف في بيوتنا المتعددة فكانت الحجة زينب باعتبار تعرف أم زوجتي أيضا ويعني تعرف زوجتي بسبب ذلك النسب فنحن أخذنا الحجة زينب الغزالي وآخرون أخذوا الضيوف الآخرين وكان عندنا أيضا ابن قالي ضيف قادم أيضا من المؤتمر كلنا قدمنا من المؤتمر المؤتمر كان في مدينة بلومينتون انديانا على بعد حوالي 35 ميل من انديانابوليس فلما حصل الحريق يعني قدر الله سبحانه وتعالى زيدي حوضكم الله خيرا أما وكان عندنا بنت ضيفة أيضا لأنه جاءت لتحضر دورة للغة العربية وتدريب الأطفال هي بنت المرحوم الدكتور محمد جغليط كان أيضا من الناشطين معنى وكان طبيب أطفال كان من الناشطيني من فلسطيني 48 الذين جاءوا إلى سوريا وكان أهله يعيشون في اللاذقية فهو فلسطيني لاذقي بهذا المعنى ابنته كانت أو دعها عندنا لتحضر هذه الدورة لمدة أسبوعين للأطفال تأكيد بعد هذا الحريق تغير كل شيء فلم تقوم الدورة حتى بسمح لي لابد أن أتوقف هنا لأنه تهى الوقت نعم لكن الحديث بقي إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر